بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الخامسة والعشرون بعد المئة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليوم نور على الدرب في هذه الليلة يجيب عن أسئلتكم واستفتاراتكم قائم الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان أبو هيئة كبار العلماء وأبو اللجنة الدائمة للإسعار ونحن في مطلع نقائنا بفضيلته نرحبوا به حياكم الله فضيلة الشيخ أيها المستمعون الكرام سوف تستمعون في هذه الحلقة لإجابة عدد من الأسئلة أولها برسالة لأحمد سعيد من اليمن عن التوفيق بين آية وحديث ثم عن أنواع التوحيد وشرحها ثم عن صور من صورة الحجاب الشرعي وعمل مرأة بجانب الرجل ثم سلا لمرسل السين ميم عين من الشرقية عن الطواف بالشراب وعن مشكلة النسيان وحلها وعن بعض الصور رضاعة ثم تطلب توجيها النصيحة من فضيلة الشيخ حول الإكثار من قراءة القرآن وقيام الليل وتجنب الغيبة ثم رسالة لمستمع لم تذكر اسمها ولم ترمز له تسأل عن قضاء قيام فائد وعن حدود وقت الرضاعة وعن بعض صور اليمين وعن حديث إن كان الشؤم في شيء فهو في دلات ثم سؤالان للمستمع فاد با حاء من سوريا عن التذكير في آيات الله تعالى وفي رسوله صلى الله عليه وسلم في آيات نائه الصلاة في الركوع والسجود والقيام ثم عن استهام النفس بضعف الإيمان والخجل أن يقول العبد اللهم تقبل مني صلاة فإلى أول أسئلة هذه الحلقة المرسل أحمد سعيد من اليمن يقول هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله فقيل له ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إن أن يتغمدني الله برحمته وقد قال الله تعالى في كتابه المجيد تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون أي بالعمل فكيف نوفق بين الآية والحديث أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبالذلك فإن الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يدخل أحد الجنة بعمله مع قوله تعالى ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون فظاهر الآية أن دخول الجنة يقول بالعمل وظاهر الحديث أن دخول الجنة لا يقول بالعمل فإنما يقول برحمة الله والجمع بينهما أن الآية معناها باء السببية أي سببي ما كنتم تعملون وأما الباء في الحديث أن يدخل أحدكم الجنة بعمله فهي باء العوض فليست الجنة عوضا عن العمل لأن العمل قليل والجنة عظيمة فلا تن يكون دخولها عوضا عن العمل ولو خوصب الإنسان على النعم التي أنعم الله بها عليه ووزنت مع عمله لم يكن عمله شيئا يذكر بالنسبة للنعم التي أنعمها الله عليه فلذلك ولا يدخل الجنة بعمله يعني بأمن عمله وإنما يدخلها برحمة الله وإنما يقوم العمل ثمما برحمة الله سبحانه وتعالى له نعم أحسن الله لكم يقول نرجو المضيلة بالشيخ أن يبين لنا أنواع التوحيد ويشرحها التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة فهذا التوحيد مأخوض من وحدة الشياء إذا جعله واحدا فهو جعل المعبود واحدا وهو الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم المشيكين قلوا لا إله إلا الله تخلحوا قالوا جعل الآلهة إلها واحدا التوحيد هو جعل المعبود معبودا واحدا وهو الله سبحانه وتعالى وأنواع التوحيد كما ذكرها العلماء أخلا من نصوص الكتاب والسنة واستقرار لما ورد في الكتاب والسنة ثلاثة نوع النوع الأول توحيد الرجوبي وهو توحيد الله جل وعلا بأفعاله كالخلق والرق والإحيا والإماسة والتبغير وإنانك من أفعال الله سبحانه وتعالى وكل ما ورد في القرآن عن ذكر أفعال الله وعن إرادته وتبغيره فإنه يسمى توحيد الرجوبي والنوع الثاني توحيد الأولوحية وهو إفراد الله جل وعلا من عباده كل الآيات التي تأمر بعبادة الله وتنهى عن الشرك فهنا في توحيد الأولوحية وهذا هو الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه كما قال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةً رَسُولًا أَنِي أَعْبُدُوا اللَّهَ وَإِنْسَنِهُ قد قال جل وعلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنة قال سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنة وقال جل وعلا ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها وكل اسم من أسمائه سبحانه فإنه يتضمن صفة من صفاته الرحمن والرحيم يدلان على الرحمة والعزيز يدل على العزة والكرم يدل على الكرم والبصير يدل على وصف الله بالبصر والسميع يدل على وصف الله إلا وعلا يجتمع لأنه يسمع كما قال جل وعلا قد سمع الله قول الذين قالوا قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها والله يسمع تحاوركما وكل اسم من أسماء الله جل وعلا فإنه يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى وضابط توحيد الأسماء والصفات أن يثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه كتابه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات مع تنبيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين كما قال جل وعلا ليس تمثه شيء وهو السميع الرسول قال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال قال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد قال تعالى هل تعلموا له السمية فنفع النفس في المشابهة والمماثرة والسمي والنز والكفر لما يدل على تنبيه جل وعلا عن مشابهة المخلوقين وعما لا يليق به سبحانه وتعالى أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا يقول الأخ أحمد في آخر أسئلته نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا كيفية حجاب المرأة وهل يجود لها أن تعمل بجانب الرجل أم لا؟ حجاب المرأة هو ما يفترها عن الرجال ما يفترها عن الرجال من السياد الظافي التي تفتر جميع بدنها عن الرجال بما في ذلك الوجه والكفان ويكون هذا الساتر يكون واسعا فضغاضا لا ينتصق بجسمها من ضيقه أو نعومته بل يكون فضغاضا لا يبين شيئا من أحجامها ويكون خاليا من الدينة التي تجلب إليها الأنظار ويكون خاليا من التشبع بملابس الرجال وخاليا من التشبع بملابس الكاثرات أو لنص الله عليه وسلم أن تشبه بقوم فهو منهم هذا هو حجاب المرأة الذي أمر الله جل وعلا به في قوله وقل للمؤمنات في قوله وليضربن بخمرهن على جنوبهن في قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب وفي قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت إذا مر بن الرجال ونحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة الإحرام بدلت إحدانا خمارها من على راتها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه إلى غير ذلك من الأجلة التي تدل على أن الحجاب هو أن تستر المرأة جميع بدنها عن الرجال الأجانب وأما عمل المرأة يجب المرأة أن تعمل العمل اللايق بها الذي لا يخرجها عن طور قلوثته وأن لا يكون في اختلاق بالرجال أو خلوة مع الرجل الذي ليس من محارمه تعمل العمل الذي يبقي عليها وقارعها وحشمتها ويصورها عن الوقوع لما لا تحمد عقباه أما العمل المختلف بين الرجال والنتا أو العمل الذي يستدعي شفر المرأة وحدها بدون محرم أو العمل الذي يستدعي خلوة المرأة مع الرجل الذي ليس من محارمه هذه كلها أعمال محرمة على المرأة وما فيها من الأضرار العظيمة وضياع الحرومات أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا المرثل السين ميم عين من المنطقة الشرقية تقول بأول أسئلتها ما حكم الطواف بالشراب طواف الشراب للمرأة أحسن لأنه يستر يستر رجليها يستر قدميها طواف الشراب هذا أكمل وإذا لم يكن عليها شراب فيكن عليها في أبراف تستر رجليها عن الرجال أما الرجل فلا يجد له أن يطوك بالشراب المحرم لا يجد له أن يلبس المخيطات كما كانت عن مخيطة للبدن كلها ومخيطة لبعض أعضاء البدن كالشراب والقفة هذه الرجل يتجرد من المخيطات ويلبس اليدار والريد فقط جزاكم الله خيرا تقول بضيلة الشيخ تواجهني مشكلة أنني إذا قرأت كتابا معينا فإني أنسى ما قرأت وكأني لا أستفيد منه شيئا وكذلك الحال إذا استمعت شريطا فلا أذكر منه إلا القليل واجهوني عن الطريقة الصحيحة جزاكم الله خيرا هذا لا علاج له أني شيء لا علاج له إلا بذكر الله عز وجل والدعاء دعاء من الله عز وجل يعني يقول اللهم ذكرني ما نسي فعلمني الأسباب التي تحضر فكره ومقلبه عند القراءة تجنب المشوشات ويختار الأوقات الصافية التي ليس فيها ضجيج وليس فيها وليس فيها ما يشوش الفكر يعني يعمل الأسباب من استخاذه من القراءة وثبوط الثوائب في الذاكرة يعمل ما استطاع من الأسباب محسن الله عليكم تقول أمي أرضعة ابنة خالة هل تكشف وجهها لإخوان جميعهم؟ نعم أرضعة أمك جانبا سواء لبنة خالة تلاوة غيرها بين الجوائم خمسة رضاعات في الحولين فإنها تكون بنتا لها وأختا من جميع أولادها من الرضاعات نعم أحسن الله إليكم تقول أطلب من فضيلتكم توجيه النصف في المتلمين بالإكثار من تلاوة القرآن وقيام الليل وتجنب الغيبة جزاكم الله عنا خيرا نعم هذا أمر مطروف من المسلم المقدم لنفسه أعماله صالحة من تلاوة القرآن وتدبره ومن قنام الزيل والإكثار من النواثل بعد المحاضرة على الفرائض لأنه لم يبقى له من هذه الدنيا إلا هذا العمل الصالح الذي خرج به إلى الدار الآخرة فليس له من دنياه إلا الأعمال الصالحة وأما المتاع وأما الأموال وأما الجاه وأما غير ذلك من ملاذ الدنيا فإنه يفنع ويخشى على صاحبه من مسؤوليته ومعارته والحساب عليه ألا يبقى للإنسان إلا حسناته وأعماله الصالحة مهما كان هذا الإنسان في هذه الدنيا سواء كان ملكا أو كان عالما أو كان رئيشا أو كان غنيا فإنه لن يبقى له إلا عمله أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا إحدى المستمعات لم تذكر اسمها ولم ترمز له تقول أنا فتاة نزلت علي الدورة الشهرية في تمام الحادية عشرة من عمري لكني لم أصم رمضان إلا في الخامسة عشرة ولم أكن أعلم أنه يجب علي الصيام في مثل ذلك العمر أي عندما أبلغ الحلم لأن أهلي يقولون إنه لا يجب الصيام إلا في الخامسة عشرة لأنهم سمعوا من الناس مثل هذا فهم لا يعرفون أنه يجب علي الصوم عندما أحير وبعد عدة سنوات مضت سمعت أنه يجب علي الصيام ما فات وسؤالي من وجوه أولها ماذا يجب علي عمله أصوم أم أتفدق وإذا كان يجب علي الصيام فكم أصوم ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما وإذا كان علي الصيام والتصدق عن كل يوم فما مقدار ما أتفدق به وهل أتفدق في اليوم نفسه أم أتفدق عن الشهر كله وهل يفصح التصدق على غير المسلمين تقول الشخصي أول سؤالها ماذا يجب علي هذا الذي ذكرته هذه السائلة هذا خطأ كبير من أولياء البنات فإنهم يغفلون عن تنبيههن على ما يجب عليهم عند البلوغ وهذا إهمال عظيم من الأولياء وأشد من ذلك إذا قالوا لها إنه لا يجب عليك شيء إلا عند الخامسة عشرة فإن هذا من أكبر الغلط بل يجب على الصهير أوامر الدين إلى بلغ في أي علامة من علامات البلوغ آخرها بلوغ خمسة عشرة سنة وإلا فقد يبلغ قبل ذلك حصول الحيض للبن أو حصول الإنزال الزكر والأنثة أو نبات الشعب حول الفرج الزكر والأنثة كل هذه من علامات البلوغ فعلى كل حال يجب على الأولياء أن يتنبهوا نحو أولادهم عند البلوغ فيأمروهم بما يجب عليهم أما ما حصل من هذه السائلة وهي أنها مضى عليها السنوات لم تصم بعد حصول الحيض عليها ولم تبدأ هي من سن الخامسة عشرة هذا غلط كبير وعليها أن تقضي الأشهر التي تركتها وتصوم عن كل شهر ثلاثين يوما تصوم بالعدد ثلاثين يوما وتطعم عن كل يوم مسكينا من فقراء المسلمين لا من الكفار من فقراء المسلمين ومقدار ما تجزع عن اليوم كيلو ونصف من الطعام المقتاد في البنة نعم أحسن الله إليكم وجزائكم خيرا تقول في سؤالها الثاني إن سييدة تقول أنا سيدة عندي أبطال ولدها وبنت البنت أرضعتها ثلاثة سنوات لأنها كانت مريضة أما الولد الأول فقد أرضعته شهرا ونصف الشهر حالت ثلاثين زيادة أما الولد الثاني فقد أرضعته ثلاثة سنين السؤال هل علي إذنه في ذلك علما أنني كنت أعرف أن الرضاعة فالسنتان وماذا يجب علي أن أعمله كفارة إن كان علي كفارة جزاكم الله خيرا ليس عليك كفارة في هذا ولا يجوز رضاعة المولود أكثر من السنتين إذا كان يحتاج إلى ذلك إذا لم يسترنيه الطعام إنه يرضى إلى أن يسترنيه الطعام تقول في سؤالها الثالث وتقول السيدة لقد حلفت يمينا على أبني الأكبر أن لا يشرب الدخان عفان الله إياكم لكنه قد شريبه كذلك حلفت اليمين عليه أن لا يعطي سيارته أحدا من أصدقائه لأنهم أصدقاء سوء وقد عرفت أنه أعطاهم السيارة وسؤالي ماذا يجب علي عمله وما كفارة ذلك الحلد وإن كانت الكفارة التصدق هل يصلح على تصدق على غير المسلمين نعم يجب عليك الكفارة من كل من اليمينين لأن ابنتي خالفت في ما منعتيه وحالفت عليه تركه عليك كفارة عن كل يمين والكفارة عطق رقبة فإن لم تجدي فصومي فأطعمي عشرة مساكين الكفارة كفارة اليمين مخير فيها بينها العطق عطق رقبة أو يطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين فإن لم تجدي شيئا من هذه الثلاث فإنك تصومي ثلاثة أيام قوله تعالى كفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام لالك كفارة أيمانكم إذا حلفتم نعم ولا يجوز ذكرها لغير المسلمين كفارات والنذور والزكوات لا يجوز ذكرها لغير المسلمين نعم أحسن الله إليكم في سؤالها الأخير تقول حديث سهل بن السعد السعدي رضي الله عنه بنفضي إذا كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن هل لكم أن تضينوا لنا شيئا من طوائل هذا الحديث جزاكم الله خيرا؟ هذا الحديث من المشكلات التي أشكلت على بعض العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيرة وهل التشاؤم وقال إنها من الشيء وفي هذا الحديث كان الشؤم في شيء ففيه ثلاثة الدابة والدار والمرأة فحمله العلماء على أن المراد بذلك أن الله قد يخلق بعض الأعيان الشريرة يخلق بعض الأعيان الشريرة فيكون ذلك من خلق الله فيها وهي معلوم أنها شريرة أما التشاؤم فهو من الإنسان نفسه والإنسان لا يتشاؤم ولا يتطير ولكن قد يخلق بعض الأعيان الشريرة الإنسان يتجنبها كما يتجنب الحية والعقرب والسبع لأن هذه خلقت شريرة ويتجنبها فيكون هذا من باب تجنب الأشياء التي فيها شر وتوقي ما فيه شر أما الطبرة لا يتشاؤوا للأشياء وإن لم يكن فيها شر وليس فيها ولم يعرف عنها ما فيه ظرر نعم أحسن الله إليكم المرسلة تقول أختكم في الله صعد باحاء من الجمهورية العربية السورية لها عدد من الأسئلة تقول أولها أنا فتاة كل همي أن أعبد الله وإنني والحمد لله أحافظ على صلاتي في أوقاتها ولكني حائرة في صلاتي فهل يجوز لي التفكر في رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدنا الصلاة إنني أقرأ كثيرا عن حياتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن غزواتي وأتأثر في كل ما أقرأه عن رسول الله وعندما أصلي أتفكر في هجرته وفي غزواته وفي الآيات التي نزلت عليه وكثيرا ما أتفكر في الأنبياء وكأنني أراهم وكثيرا ما أتفكر في آيات الله وذلك عند الركوع والسجود والقيام فهل تكون صلاة صحيحة وبماذا توجهون لجزاكم الله خيرا هذا غلط ولا يجز التفكر بالمخلوق لا برسول الله ولا بغيره بالصلاة وإنما يجب التفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى استحضار عظمته والخشوع بين يديه ولا يجز التفكر بالمخلوق بل يكون التفكر في عظمة الخالق وعظم الوقوف بين يديه وتدبر كلامه سبحانه وتعالى لأنها تعبد الله عز وجل أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما احضر سيغته ونطلع على سنته لنكتدائي به صلى الله عليه وسلم في وصول إلى الله عز وجل فهو قدوة عليه الصلاة والسلام لا أنه يفكر فيه في العبادة وتجعل العبادة تفكرا في الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا قد يخيرها إلى الشرك الله عز وجل نعم السلام عليكم تقول ربيلة الشيخ أحيانا أتفكر في رسول الله وفي الآيات ونأشعر إلا بخشوع قليل وعند انتهاء الصلاة حس بالقهر وأبكي وأخاف من الله وأقول إنني لست مؤمنة وأخجل أن أقول يا ربي تقبل مني صلاة أفيدوني جزاكم الله خير هذا كما ذكرنا في الإجابة يجب أن تطرده عن نفسها وأن لا تتفكر في الرسول الصلاة ولا بغيره من المخلوقين وإنما تتفكر في عظمة الله وقدرته وحضورها بين يديه تستحضر عظمة الله عز وجل وتتوب إلى الله من هذه الخواطئ والتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم في آثناء العبادة قولي شيخ إنها تخجل أن تقول يا ربي تقبل مني صلاة أعلمين الشيطان لا يخجل الإنسان أن يدعو الله وأن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله ولا يقلق أعلم من القلوب الرحمة الله جل وعلا الله جل وعلا يقول ومن يقلط بالرحمة ربه إن الضالون ويقول سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين يسرطوا على أهوتهم لا تقلطوا بالرحمة الله فمهما أذنب الإنسان فإنه يتوب إلى الله والله يتوب على من ته أحسن الله لكم وجزائكم خيرا إخوة والمستمعين الكرام تفضل بالجواب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ فالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان عضو رياة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء شكر الله لشيخنا ما تكرم به من جواب وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع